هنبدأ دلوقتي بقى نكلمكم عن الموضوع بتاع حلقة النهاردة حلقة النهاردة هنبدأ بيها بموضوع دوالي الخصيتين عايزين نفهم الناس يعني ايه دوالي الخصيتين دوالي الخصيتين عشان الناس تفهم ان كيس الصفن اللي موجود جواه خصيتين ده موجود طبعا في الاولاد من ساعة ميتولد ومش موجود في الاناس موجود في الزكور فقط الخصيتين دول عشان نكون فاهمين هم المسؤولين عن تكوين الحيوانات المنوية والهرمون اللي هو تيستيرون الهرمون الزكري في الإنسان طيب ايه معنى كلمة دوالي الخصيتين الخصيتين دول عشان يتغزوا بينزل لهم ثلاث أنواع من الشرايين بتنزل دم من ثلاث مصادر مختلفة عن طريق الشرايين تخش الدم دوة يغزي الخصيتين عشان تكون الحيوانات المنوية وعشان تكون الهرمون الزكري اوكي عملنا دم دخل الدم لازم زي ما في أي حتة في الجسم لما بيخش الدم لازم بيخرج تاني بيخرج عن طريق حاجة اسمها الأوردة الأوردة دي هي اللي بتشيل الدم من الخصية او من أي عضو بتطلعه تاني عشان يروح بتشيل الدم اللي هو فيه الأجسام الضرة الدم اللي فيه ساني اكسيد كربون الدم اللي غير مؤكسد اللي هو ما بيفتش بنتأخذ كل المواد الضرة دي بعد الدم ما يخش الخصيتين ويغزيها تشيل كل المواد الضرة وتطلعها فوق تاني عشان الدم يتفلتر تاني ويخشه الأكسجين طيب ازاي الدم بيطلع في الأوريدة بيطلع ضد الجاذبية يعني بيطلع بالعكس كده الفوق فلازم ربنا سبحانه وتعالى عامل في الأوريدة دي حاجة اسمها سمامات السمامات دي المفروض بتسمح للدم انه يعدي من تحت الفوق ولما ييجي ينزل تروح قفلة فالسمامات دي ما تعديش الدم بعض الناس نتيجة يا إما مرض وراسي وفي الغالب نسبة 98% من حالات دوالي الخصية بتبقى مرض وراسي وراسي يعني ايه يعني عنده الأنسجة الرخوية في جسمه كلها فيها ضعف منها السمامات بتاعة الأوريدة فييجي الدم لما ينزل في الشرايين ييجي يطلع السمامات دي بتفوت فالدم يبدأ ينزل تاني يعني ييجي يطلع يلاقي مقاومة يروح نازل بينتج عن كده ايه؟ بينتج عن كده ان يبدأ الأوريدة دي بعد ما هي بتبقى رفيعها قوي 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 ولا تزيد عن ملي القطر بتاعها لا يزيد عن ملي لأ بتبدأ تتمدد وتبقى تدخن 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 وتبقى مراحل كتيرة قوي طب ايه المشكلة؟ أوريدة ودخينة وعمل الدوالي حوالين الخصية ايه المشكلة؟ المشكلة ان ربنا سبحانه وتعالى حتطلنا الخصيتين بتوعنا بتوع اي ذكر موجودين خارج جسم الانسان لان هم عشان يشتغلوا صح ويطلعوا نتائج صح لازم يكون درجة حرارة اللي حوالين الخصيتين 36 درجة او 36 درجة ونص درجة حرارة الجسم من جوة 37 درجة يعني سبحان الله النص درجة الفرق دي هي دي اللي لو زادت تخلي الخصيتين ما يشتغلوش صح طب لو الخصيتين ما اشتغلوش صح ايه اللي هيحصل؟ تكوين الحيوانات ابنوية هيطلع مش صح هيعمل مشاكل بعد كده هنتكلم عنها او هرمون التستستيرون مش هيطلع بالدرجة الكافية يبقى مشكلة دوالي الخصية ان الاوريدة اللي بتطلع الدم دي السمامات بتاعتها وسعت فبدأت الاوريدة دي تتنفخ وتبقى مكونة شبكة حوالين الخصية الشبكة دي كلها بترفع درجة الحرارة ان الدم بيبقى متخزن فيها جامد فيبدأ الحرارة توصل من ستة وتتون ونص سبعة وتلاتين يقوم الانسان يبدأ ما يكونش حيوانات منوية سليمة طيب احنا كده قلنا يعني ايه تعريف دوالي الخصية طيب عايزين بقى نشوف اسبابها زي ما قلنا الاسباب كلها بتبقى اسباب وراسية حاجات كونجينة الانسان مولود بيها بس بتظهر مع السن بمعنى ايه؟ ان اللي عنده دوالي خصيتين او ضعف في السمامات وضعف في الانسجة بتاعت الاوريدة بيكون عنده دوالي في السقين بيكون عنده يجيله فرصة وهو صغير يجيله فتاء سوري يجيله فتاء ايرابي جميع الانسجة الرخوة في جسمه بتبقى ضعيفة فيبدأ يحصل فيها يقيمة فتاء يقيمة دوالي فدايما اللي بيجيله دوالي الخصية ده بيبقى حاجة في الجسم بصفة عامة بس بتزيد اكتر في مرحلة الخصيتين طيب بتبدأ امتى؟ بتبدأ طبعا كل الولد ما يبدأ يكبر في السن والوقفة بتاعته الطول والجاري بتاعته يزيد يبدأ يزيد اكتر وجود دوالي الخصيتين دول انواعها ايه؟ انواعها هي اربع مراحل عشان بس الناس تبقى فهمها الطبيعي مرحلة واحد واثنين دي بتبقى مرحلة تعتبر طبيعية تماما يعني لو واحد راح وعمل اشعة وطلع مرحلة واحد او مرحلة اتنين تبقى مرحلة واحد واثنين وثلاثة واربعة دول متوقفين على القطر بتاع الوريد احنا بنقيس القطر بتاع الوريد الدايرة ايه بتاعت الوريد؟ لو كانت ميلي اتنين ميلي اتنين ميلي وتلاتة من عشرة تلاتة ميلي تلاتة ميلي ونص فوق التلاتة ميلي ونص دخلنا في مرحلة اللي هي مرحلة الرابعة فلانا بتكلم عليها ان مرحلة واحد واثنين مايجيش حد يقول انا عندي دوالي خصية اصلا عندي مرحلة اتنين او عندي مرحلة واحد طيب مرحلة تلاتة واربعة برضك مرحلة ثلاثة في الغالب ما بتسببش أي مشاكل في الغالب عند معظم الناس مرحلة أربعة دي بتبقى عاملة ازاي؟ مرحلة أربعة دي بتبقى شكلها غريب جدا يعني إحنا مثلا لو إحنا عندنا الصورة في الأول دلوقتي كده بس هنحاول نورها لكم منظر الخصية الطبيعية وده شكل توضيحي يعني منظر الخصية الطبيعية بالأوردة بتاعتها ومنظر الخصية اللي فيها دوالي زي ما أنتوا لا مش الصورة دي الصورة التانية هي دي الجزء الصورة اللي على الإيد الشمال دي الطبيعي زي ما أنتوا شايفين اللون الأبيض الدائري اللي نازل حوالين من فوق لغاية تحت لغاية الخصية دي الأوردة حجمها المفروض بتبقى رفياع قوي قوي كده باللون الأبيض البسيط قوي قوي ده الناحية اليمين اللون الأزرق ده هو دي الدوالي بعد ما تنفخت فطبعا هي أزاد حجمها حوالي ثلاثة أو أربع مرات المفروض الطبيعي إنها بتبقى حجر فياع قوي زي الأسلاك البيضة كده كأنها هي نازلة حوالين البربخ لغاية الخصية بتبقى رفياع قوي 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 الناحية اليمين الجزء الأزرق ده هو ده اللي بيطلق عليه دوالي الخصيتين طيب طبعا دوالي الخصيتين دول يعني ليهم إحنا قلنا كذا مرحلة وكنت يعني بس عشان صعوبة المنظر كنت جايب لك صور بيتبان منظر كيس الخصية أو كيس الصفن لما بيبقى في دوالي مرحلة رابعة بيبقى بالزبط إحنا بتسمى زي كيس الدود يعني 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 كأنه بالزبط عليه لما تحسس عليه كده أو تمسك عليه كأنه مملي ديدان 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 عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن الأوعية الدموية الزرق دي بتبقى ظاهرة جدا ونفرة فطلع من الكيس كله فالواحد يجي يمسك يحس كأنه تحت إيده فيه دود كمية كبيرة من الدود يعني هو بيمسك كده هو يحس كأنه فيه كمية كبيرة جدا من الدود فطبعا دي مشكلة يعني لما الواحد يحس كيس الخصية الدكتورة ما يجي يفحصه يحس الكيس كله بتاع الصفن ده مملي حاجات زي الصوابع كده بالزبط كأنه كان صوابع عاملة زي كده بتمسكها كواه هو ده المرحلة الرابعة وهو دي المرحلة اللي المفروض إن احنا بنشتغل عليها المراحل اللي قبل كده المفروض إنها ما بتأثرش طيب إحنا ليه؟ يعني إحنا إزاي نشخص يعني أي واحد يروح للدكتور يقول أنا عندي دوادي خصية بتشخص إزاي؟ مبدئيا الأساس بيبقى التشخيص كلينيكي يعني بيروح المريض لدكتور جراحة عامة أو مسالك بولية بيكشف عليه بيقدر يقول له آه وأنت واقفت ومتقف يشوف الكيس الخصية وبعدين يقول له كوح إحزق مش عارف إيه يقوم يقدر يحدد هو عنده دوالي أو ما عندوش وبيقدر يحدد كمان بالفحص الإتلينيكي تقريبا درجة الدوالي دي قد إيه؟ طبعا العلم اللي ما تقدم شوية بقينا نقول لها كمان فوق التشخيص الإتلينيكي عايز تتأكد أكتر درجة الدوالي كان بالضبط هل فيها ارتجاع ولا لأ فبنعمل حاجة اسمها دوبليكس كالر دوبليكس اللي هي الأشعة التلفزيونية الملونة على أوريدة الخصيتين حاجة بسيطة جدا زي الأشعة التلفزيونية كده ورخيصة بتتعمل تقوم تبين لنا حجم الأوريدة دي قد إيه كميتها قد إيه فيه ارتجاع فيها ولا لأ ونبدو أن نقرر بقى هل إحنا محتاجين تدخل ولا مش محتاجين تدخل طيب ايه المشاكل اللي بتسببها الدوالي الخصية؟ دايما كان من الحاجات اللي بتضيقني أنا كطبيب أني دايما كان يجي لك المريض عنده أي مشكلة في منطقة الحوض يقول لك أنا عندي ألم عشان عندي دوالي خصية والشكوى دي تقريبا بنسبة 90% من كل اللي بيجو عشان الناس تفهم بس أن 98% أو 99% من اللي عندهم دوالي خصية لا يعانون من أي ألم حيث أن دوالي الخصية لوحدها لا تسبب ألم إلا في المرحلة الرابعة والأخيرة وبتبقى يعني يعني نادرا ما بتحصل طيب الألم اللي الواحد بيحسه يجي يشتكي بيه للدكتور بيكون إيه؟ يا إما ألم احتقان في الخصية يا إما ألم احتقان في البرستاتة يا إما ألم احتقان في البربخ يا إما التهابات حدة أو التهابات مزمنة في البرستاتة يعني اللي يحس بألم في منطقة الخصيتين ده بنسبة 98% أو 99% مش من الدوالي ممكن يكون عنده دوالي أو حتى لو عنده دوالي مش من هو السبب السبب بيكون زي ما قلنا كده يا إحتقان في الخصية يا إما إحتقان في البربخ يا إما التهابات في البرستاتة التهابات زكاة حدة أو مزمنة خلاص؟ فالناس بس عشان تفهم عشان مش كل واحد يجيله أي ألم من تحت يقولك يا جماعة أنا عندي ألم دلوقتي في الخصيتين يبقى أنا عندي دوالي طيب هل الدوالي دي؟ يعني بتسبب ألم؟ إحنا قلنا مرحلة رابعة ودي نادرا طيب إيه بقى مشكلة الدوالي؟ يعني إحنا إمتى نتدخل عشان نشيل الدوالي؟ إحنا بنتدخل في مرحلتين شاب خلص سنوية عامة ومقدم في كليات عسكرية زي شرطة أو جيش لازم في الكشفة الطبي ما يكونش عنده دوالي إنه هيوقف كتير وهيجري كتير وهيبقى عنده نشاطات قوية فدايما لو واحد لا قدر الله عنده مرحلة تنين أو تلاتة دوالي بنعملها بنعمله العملية قبل ما يلتحك بالكليات العسكرية لأن دي من شروط إنه هو ما يكونش عنده دوالي خصية طيب إيه تاني إمتى نعمل عملية؟ لو لا قدر الله دي مرحلة أربعة وبقت مليك كيس كله وعملة تقل وبقت مضايقة ومنظرها كبير ومنظرها وحش ممكن نعمل عملية الدوالي طيب إيه التالتة بقى اللي هي الناس كتير بتروح للدكتور تقوله أنا متأخر عندي الإنجاب عايز أعمل دوالي أو هو يروح للدكتور ودكتور يقوله أنت متأخر عندك الإنجاب تعالي نعمل عملية الدوالي يا جماعة مش كل مريض عنده تأخر إنجاب لازم يعمل عملية الدوالي الدوالي دي تتعامل إمتى؟ لو مرحلة تلاتة متأخرة أو مرحلة أربعة بتأثر على الحيانات المنوية بتأثر على الحانات المنوية ازاي؟ بتأثر عليها في العدد إن العدد بتاع الحانات المنوية بيبدأ يقل يعني مثلاً بيبقى 12 مليون بدأ ما يبقى مثلاً 125 مليون ولا 70 مليون لا بينزل يبقى مثلاً 8 مليون 10 مليون 5 مليون فهي بتأثر على العدد غير العدد بتبقى تأثر على الشكل يعني بيبقى فيه أشكال مشوهة تبقى الأشكال المشوهة دي جات منين جات نتيجة إن الدوالي بتسخن الخصية زي ما قلنا بترفع حرارتها من 36.5 إلى 37 لإن هي بتسخنها دم داير ميدور الخصية فتبدأ الحانات المنوية لقدر الله يطلع برسين بديل ناقص بوسط ناقص فيه أشكال مشوهة اللي كلمنا عليها قبل كده كتير في الحانات المنوية فلو لقينا إن فعلاً واحد عنده دوالي خصية مرحلة اثنين متأخرة تلاتة متأخرة وبعدين طلع عنده إن فيه الأشكال مشوهة كتيرة والعدد قليل قوي ده يكون ممكن يكون لو تلافين الأسباب الأخرى بتاعة الهرمونات والتهابات البرستاتا وصديد البرستاتا والكلام دا كله نبدأ بقى نفكر إنه ممكن تكون الدوالي دي هي السبب نقوم نعمل العملين غير الحركة اتجاه الحركة وسرعة الحركة كل دا بيتأثر طبعاً من الحرارة العالية زي ما اتفقنا فنتيجة الحرارة العالية بيكون عندنا إن الاتجاه بيكون بيبدأ إليف في الحيوان حيوان نفسه ما بيمشيش طوالي نمرة اثنين القوة بتاعته في اختراق البوايدة بتكون ضعيفة جداً كل دي حاجات تؤدي طيب علاوة بقى عن الحرارة العالية إيه كمان؟ إن الدم لما بيدانه حولين الخصية ما طلعش احنا قلنا الدم بتاع الأوريدة دا بيشير السموم اللي موجودة المواد الضارة اللي موجودة اللي دخلت والدم دخل والتفلتر بيطلع في الأوريدة فطول ما المواد السمة دي موجودة حولين الخصية برضك الحاجات دي بتأثر على تكوين وتركيب الحيوان المنوي يبقى احنا زي ما قلنا كده إن مش كل مريض وبعدها وبقى كده عشان دايماً بلاقي المرضى أول ما مريض يتأخر شوية في الإنجاب يروح لأي طبيب يقول له فوراً لازم تعمل دلوقتي حالاً عملية دوالة الخصية مش كل مريض بيتأخر في الإنجاب يبقى لازم يعمل عملية دوالة الخصية طيب زمان كانت دوالة الخصية لما بنيجي نعملها كان من الحاجات اللي بتتعامل فيها إنها بنفتح كيس الخصية من تحت أو كيس الصفن ونقص أصنقص 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 ونشيل الدوالة الزيادة ونربط وخلاص كان بينتج عن كده كذا مشكلة المشكلة الأولانية إن ما بنقدرش بيبقى الشبكة حوالي شبكة فيها أكتر من خمسين سبعين ثمانين وريد فإنت مهما بتربط ما بتربطهمش كلهم فبيتبقى برضك دوالة ما تربطتش تاني حاجة إن مع الشبكة الكبيرة قوي قوي دي ساعاته إحنا بنربط بنربط الوريد ونربط معاه الشريان فلما نربط معاه الشريان الخصية بيحصلها ضمور في بعض الحالات تالت حاجة إحنا لما بنفتح حوالين الخصية فبيحصل بعد ما بنشيلها خالص ونربط الدوالي بيبقى إن ربطنا كمان القنوات بتاعة الليمف نود أو الغدد الليمفوية القنوات اللي بتشيل الليمف فبيانتج عن كده إن بتتكون حوالين الخصية زي كيس أو قيلة مائية نتيجة الالتهاب بيبقى فيها مية بس بتبقى حجمها كبير نتيجة الالتهاب اللي حصل حوالين الخصية من تربية الدوالي العلم تقدم أكتر وبدأنا نقول طب نطلع نفتحها من البطن ناخدها من الأول خالص وهو لسه وريد واحد وشريان واحد بدأت تتعامل العملية ديت وكان بتجيب نتائج كويسة جدا ورائعة ومازالت بتتعامل حتى الآن تمام بس اكتشفوا برضك إن ساعات وإحنا بنربط لأن طبعا ما كانش فيه لسه العدسات المكبرة إن واحد ساعات هو بيربط الوريدين بيروح رابط معهم الشريان الرئيسي اللي هو بيغزي الخصية فانتج عن كده برضك بعض الضمور الخصية أو بتقل في الكفاءة بتاعتها آخر مرحلة بقى قلنا أو أحدث حاجة إن احنا ممكن نفتح القناة الإيرابية القناة الإيرابية دي هنورهها لكم بعد كده إن شاء الله في الصور اللي جاي بعد كده لما نفتح القناة الإيرابية ديت بنخش بنكون لابسين عدسات مكبرة نقوم نشوف الشريان نبتستبعده نشوف الحبل المانوي نستبعده ونبدأ نربط ثلاثة أو أربع أوعية ده موية بس اللي هما الأوريدة بس اللي هما الأساسيين ولما بنربطهم بتكون النتائج أحسن وبتكون الكفاءة أعلى طيب لما بنيجي نعمل العملية دي عشان بس الناس عاد بتجي لي مخضوضة طبعا يعني أنا برضك أنا ما بعملش عملية أو يعني ما بقولش إن احنا تتعامل غير في حالات قليلة قوي قوي للمرة الثالثة أو الرابعة بقولها هو مش كل مريد يجي يقول أنا عندي نقص الحيوانات المنوية يقوم فورا نروح دخلوا العمليات لأ خالص تمام طيب بعد ما بيعمل العملية للأسف طبعا بعد ما بنعمل العملية نتيجة إن احنا اشتغلنا حوالين الأوعية الدموية والأعصاب المغزية الخصية ساعات لو المريد كان عنده 12 مليون حيوان منوي يفاجأ إنه في أول 3 شهر بعد العملية وساعات أول 6 شهر اللي 12 مليون دول نزلوا بقاهم 5 مليون بقاهم 4 مليون فييجي للدكتور يقول له إيه الحق ده العدد قوي 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 مرة واحدة لا هو العدد ما قال ليش هو طبعا نتيجة الشغلة حولين الخصية والتأثير على العصب بتاع الخصية فبدأ الإنتاج بتاع الخصية يقل إنما بعد 8 شهر لـ 9 شهر بيبدأ يرجع العدد تاني للعدد الأصلي وبعد يبدأ يزين عن عدد الأصلي ويوصل لعدد أحسن برضك الناس لازم تفهم عشان برضك ما تجريش جري وراء عمليات دوال الخصية مش كل مريض عمل عملية لو مثلا عنده 10-12 مليون حيوان منوي هيتوقع إن العشرة مليون أو الخمسة مليون اللي عنده دول هيبقوا 60 هيبقوا 80 لا أقصى حاجة مثلا الخمسة مليون سعى بتوصل 10 أو 12 مليون الـ 12 مليون بالكتير بتوصل 16 أو 18 مليون فلو سمحته بلاش نجري بسرعة نعمل عمليات دوال الخصية غير عند الضرورة النهائية نكون هي دي الساب الأساسي والرئيسي إن إحنا الإنسان ده عنده دوال خصية كده نباح نغطينا إيه هي دوال الخصية أسبابها تشخيصها أعرضها تأثيرها على الحيوانات المنوية وفي نفس الوقت العلاجات بتاعتها هنخش بقى الموضوع الثاني بتاعنا النهاردة وهو الخصية المعلقة الخصية المعلقة بقى دي برضك من الموضوعات اللي ناس كتير قوي 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 بتقولها وهي مش فاهمة معناها إيه خصية معلقة دي يعني إيه الطبيعي إن الإنسان في الشهر التاسع من الحمل في الشهر السابع من الحمل بتبقى الخصية بتاعته الخصيتين نزلوا في الطفل وهو جوه بطن ممتو وبيكونوا موجودين في حاجة اسمها القناة الإيرابية القناة الايرابية دي هنشوفها بعد كده قبل الخصية على طول عند الشهر التاسع اجباري قبل الشهر التاسع لازم بيكونوا نزلوا في كيس الخصية هنشرح لكم ازاي بينزلوا بس بعد التليفون ده معنا استاذ حمدي ألو استاذ حمدي ألو حرارك سمعني ألو طيب لو حرارك مستمعني حاول تتصل بينا مرة تانية نرجع تاني نقول يعني ايه يعني ايه الخصيتين بنزلوا الخصيتين يعني في الشهر التاسع لو الطفل تولد طبيعي في الشهر التاسع بنلاقي ان الخصيتين موجودين في كيس الصفن اللي اتنين يتحسوا كده موجودين في الكيس بتاع كيس الخصية من تحت خالص طيب الاولاد اللي بيتولدوا مثلا بتحطوا بحضانة قبل الولادة بشهر او حاجة مثلا بتولدوا في الشهر التامن أو كده أو في السابع ساعات الخصيتين دول بيكونوا لسه ما نزلوش فطبعا الدكتور طبيب الأطفال بيطمن الأم بيقول لها ما تقلقيش لما يتم تسعة تشهر هيكونوا نزلوا في مكانهم المفروض الطبيعي أنه لازم يكونوا بعد تسعة أول ما يتم تسعة تشهر كحملة أو حتى لو تولد في السابع أو تم شهرين لازم ينزلوا في كيس الصف لو ما نزلوش إذا كان الاتنين أو ناحية من ناحيتين دول بيطلق عليهم خصية معلقة يعني إيه خصية معلقة؟ يعني خصية لم تنزل إلى مكانها الطبيعي في كيس الصف طيب مين المفروض يقول يعني أو مين المفروض يكتشف الكلام دوت بيكتشف الكلام دوت يقيم عن طريق طبيب الأطفال اللي الطفل أول ما بيتولد دكتور الأطفال بياخده يكفحصه يتأكد منه أنه هو كويس يتأكد أن فتحة الشرك موجودة مفتوحة مش مسدودة يتأكد أن الخصيتين موجودين في كيس الصف أو أنه هو ساعات بيجينا أن الأم تلاحظ وهي بتشطف البيبي وهو صغير تقول يا جماعة أنا حاسة خصية فيها بيضة من ناحية والناحية التانية ما فيهاش يبقى ديه كده خصية معلقة واحدة أو تقول أنا حاسة أن الكيس ما فيهوش ما فيهوش بطين خالص تمام؟ فده كده معنان الخصيتين ما نزلوش من ناحيتين طيب لازم نروح نتأكد من الكلام ده ونروح طبعا للدكتور أنه نسأله دكتور إذا كان أطفال الأول وعن دكتور أطفال لو ما قدرش يشخص كويس بيبعثها يأمل دكتور جراحة أطفال أو مسالك أطفال بيعمل إيه الدكتور؟ بيبدأ يفحص منطقة الخصيتين والجزء الفوقهم اللي هو بتاع العينة يتأكد هل محسوسة فيها الخصية دي ولا لا هنكمل الشرح بعد أستاذ حمدي معنا دلوقتي أهلا السلام عليكم عليكم السلام أستاذ حمدي أهلا وسهلا زي الحال يا دكتور يا أهلا وسهلا زي حضرتك عمليا ربنا يبارك فيك يا رب أمورنا عندي ابن محمد حمدي أيوة عنده ضعف جواه في الحنوات المنوية بمعنى يعني تقريبا ضعف ده عدد عدد ولا أشكال يعني الضغف ده في العدد أليل ولا في الشكل في العدد دي وفي الخصية الخصية الشمال ضعيفة خالص استنى بس حجماء أليل ألو ألو أيوة أستاذ حمدي أنا سمعك حجماء أليل أستاذ حمدي أنا سمعك كويس الخصية الشمال عنده ضعيفة حجماء صغير أيوة ضعيفة ضعيفة خالص يعني كويس إنما هو عنده كم سنة عنده 23 سنة كويس عملتلو تحليل سائل منوي عملتلو تحليل كذا مرة حيوانات منوية وإيه الأخبار ضعيف خارص صفر حلوة صفر حاجة وضعيفة حاجة صفر تماما ها الحيوانات منوية في كل التحليل طالعة صفر ومفيش ولا تحليل ثلاثة فيه حيوان منوي احنا حالتلعرف الأول تدعى خمسة مليون كويس تبكت على كده وظفت على كده طيب ماشي دي هقولك بقى هقولك نعمل ايه دلوقتي حاضر تحت عمرك نعمل نعمل عندنا هنا مريض عنده تلاتة وعشرين سنة وواضح انه هو عنده ضعف في تكوين الحيوانات منوية بمعنى انه هو العدد دايما خمسة مليون وما بيزيتش طيب خمسة مليون ده ليه كذا سبب خمسة مليون ده ممكن يكون السبب ان الخصيتين حواليهم دوالي دي مرحلة اخرينية هنلجأ لها بس انا بقولها في الاول عشان كنا نسا منتكلم مع دوالي الخصية انما مش هو ده السبب الرئيسي لازم السبب الرئيسي نبدأ ندور على السائل الهرمون الزكري الهرمون الزكري التستستيرون بنبدأ بنبدأ بديه دلوقتي الاول نروح عاملين الهرمون الزكري التستستيرون وبعدين نعمل الهرمون الحليب البرولاكتن دي عينة دم بسيطة جدا نشوف هل فعلا الهرمون الزكري بيفرز بصح ولا لأ وكمياته قد ايه لان لو نسبته قليلة أو البرولاكتين الهرمون الحليب عالي بينتج عن كده أن الحياة المنوية بأضعيفة هنكمل مع الشرح بس بعد ما نشوف أستاذ صروت معنا أستاذ صروت تفضل ألو ألو أهلاً وسهلاً عليكم سهلاً لو سمعت دكتور أنا عندي 53 سنة ربنا يديك الصحة وطولة العمر الله يبارك لك المشكلة عندي الخصية الشمال بتوجعني على طول ولا دلوقتي حالياً لا هي من فترة كده ودلوقتي عاد دلوقتي موضوع الجماعة عاد بتعبان معايا خالص لحظة لحظة بس موضوع الجماعة تعبان يعني في ضعف انتصاب صح؟ اه اوكي ده على جنب إنما ألام الخصية الشمال دي ما زالت مستمرية؟ لا هي بتتعبني لو مشيت لو مشيت بس اه لو ماشي وبعد عندي لما أخذ بخش الحمام صار مية كده لما بتتعبني جا بتفضل فترة لما تنزل طيب حلوة عناية الاثنين تحت عمرك تابعنا من التلفزيون هنقولك دلوقتي ماشي تفضل احنا عندنا بس نكمل الأول إن الأستاذ الحمدي بالنسبة لابنه هيعمل تحليل الزاكري اللي هو التستيرون والهرمون الحليبي اللي هو البرولكتين دول مهمين قوي 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 وهيعمل أشعة تلفزيونية على الخصيتين لهم نشوف حجم الخصيتين قد إيه هل هم شغالين ولا لأ الدم اللي داخلهم كويس ولا لأ وفيهم دوالي ولا لأ دي الحاجات الأساسية اللي لازم نعملها لو التمنع نشوف بقى إيه السبب لو الهرمون الزاكري فيه كمية قليلة لازم بنزوده وعلاجه بسيط هايف لو الهرمون الحليبي زايد بنقصه ودي بردك هايفة جداً وبسيطة جداً كلها رأس حاجات بسيطة الحاجة الأساسية كمان تانية إن احنا نعمل تحليل سائل بروستاتا لأن السائل بروستاتا لأن السائل بروستاتا وللأسف بيكون مشكلته إن هو لو فيه سديد بيأثر على الخصية يقوم يضعفها تماماً فنعمل تحليل سائل بروستاتا مهم جداً نشوف إذا كان فيه سديد ولا لأ وبناءً عليه أعطاك إن شاء الله إن الدولي العدد هيبدأ يزيد عن خمس سلاف بإذن الله معنا أستاذ أحمد أهلو أبو أحمد أهلاً وسهلاً أيوة يا فندي ما يا دكتور اتفضل يا فندي قدني أربع سنين وعند المرضى اللي حمامة بتاعته اللي هو الأضيب داخل جوه كده الجراب بتاعه مش بيطلع فيه صغير هو سواني بس سواني هو عنده أربع سنين تخين ولا رفاية لا هو يعني لا تخين شوية يعني حلو يعني اسم حلو كويس العدو بتاعه داخل جوه خالص ولا داخل جوه الجلدة بس لا هو داخل جوه خالص جوه خالص حاضر هقولك نعمل إيه حاضر عناءة الاتنين دي سهلة ما تقلقش خالص بسيطة هنبدأ الأول بالموضوع السهل بتاع أبو أحمد هو طبعا ابنه عنده أربع سنين في الغالب هو بيبقى تختوخ شوية كده ومقلبز فالدهنة اللي فوق الأضيب بتبقى مغطية على تلات تربع الأضيب فلما بنيجي نفحصه عشان يتأكد اذا كان فعلا الأضيب صغير ولا لا الدكتور بيروح لدكتور بيدخل بيدخل إيده كده هو يشد الأضيب هيطلع حجم الأضيب الأسلي طيب الأضيب الأسلي في الغالب بنسبة 90% هيطلع حجمه طبيعي عشان بس تتطمن نتيجة الدهنة اللي رجب عليه كده الدهنة بتاعت فوق العينة رجب عليه كده هو وبغطيها تمام لما الولد ده يبدأ يتحرك كتير ويجري ويلعب وتقلله النشويات والمهلبية والرز والمقارون اللي هو بيأكلها هيبدأ الأضيب بتاعه يظهر أنه هو حجمه طبيعي يعني لازم كمية الدهنة اللي فوق الأضيب دي تختفي شوية أنت عايز تتطمن ما فيش مشاكل خالص بتتوجه لأي دكتور مسالك بولية بيفحصه لك فحص عادي كده هوت وهيقول لك إن شاء الله إن حجمه طبيعي فما تقلقش الولد ده لو خست شوية هيبقى زي الفول ما فيش مشاكل خالص طيب عندنا كمان أستاذ سروط أستاذ سروط طبعا كانت شكوته البسيطة اللي هي إيه إنه عنده ألم في الخصية الشمال لما بيمشي دي هنركنا على جنب دي حاجة طبيعية الواحد لما بيمشي ساعات الخصية من كنت ما بتتخبط بتعمل ألم فدي ما هيش مشكلة خالص إنما مشكلته التانية بقى إنه هو لما بيعمل بيجي تبول بيبقى فيه صعوبة في التبول وبول ما بنزلش ده اسمه تضخم شيخوخي للبروستاتا حركة عندك 53 سنة فبيحصل إن البروستاتا طبيعيا بتبدأ تكبر دي حاجة بتحصل في كل الرجالة فوق سنة 40 سنة مع الشتة البرد بيزود التضخم ده مرة واحدة يعني بدل ما التضخم ده بيبقى ملي 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 بيزيد ملي لأ ممكن يزيد 5 ملي 6 ملي مرة واحدة فبينتج عن كده إنه إنت بتحس بالأعراض دي تزيد عنك في الشتة أكتر طبعا لازم إكباري هتروح تعمل تحليل اللي هو بي اس اي أو دلالات تضخم أو دلالات أورام البروستاتا اللي هو البي اس اي ده عينة دم بسيطة بتتاخد وتبدأ تاخد إقراض بسيطة خالص بتتاخد أرس واحد بليل قبل النوم ده هيحسن دفعة البول وترجع تتبول طبيعي جدا وتدفي منطقة الحوض بالنسبة لضعف الانتصاب شوية برضك في إقراض بتتاخد دلوقتي مادة التدالفيل مادة حجس ما 5 ملي جرام بتتاخد صغر حجم البروستاتا وفي نفس الوقت بتزود الانتصاب أي دكتور مسالك بس نتطمن الأول البي اس اي أدالات الأورام بتاعتك سليمة بنبدأ أن ياخدوا اللي قراص دي هتتحسن كانتصاب وتحسن دفعة البول معانا أستاذ سيد ألو أستاذ سيد سمعني أيوة دكتور بس لو سمحت آه تفضل يا فندم أنا معاكي تفضل أيوة دكتور أقمري يا باشا أيوة يا دكتور أيوة أنا سمعك تفضل بالوصف نحن أنا حالة يا دكتور عملت عملية دوالة دوالة خصية ناحيتين ولا ناحية واحدة ناحيتين كويس وبعد كده عملت عملتين عينة عملت العينة يعني عينة خصية أيوة أو وبعد كده قالوا عايزين ضع خلايا الجزئين وطي التلفزيون وطي التلفزيون خالص عشان نعرف نتفاهم أه بقى تحل عندك هي المشكلة دكتور أنت لما خدت العينة العينتين اللي تاخدوا العينة طلعت ما فيش خالص أي حيانات منوية أه طيب تابعني من التلفزيون وهقولك هنعمل إيه عندنا عندنا أستاذ سيد بيقول إن هما كان عندهم حالة فيها يعني ما فيش حيانات منوية فالدكتور نصح إن هو يعمل عملية دوالي خصية وطبعا دي ما كانش ليه أي داعي خالص خالص بقى دا ما فيش حيانات منوية خالص ما ندورش إن إحنا نعمل دوالي خصية لا ندور إن إحنا نعمل عينة زي اللي اتعملت بعد كده فهو عمل دوالي خصية ناحيتين بردك ما أسرتش خالص فاضطروا ياخدوا عينة من الخصيتين العينة بيّنت إن ما فيش حيوانات منوية طيب كلمة دا الخلايا الجزعية اللي هو بيقول عليها دي لو سمحت يا أستاذ سيد ممنوع تماما 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 إن إحنا نقول خلايا جزعية دلوقتي على أسف في اللفظ دا عملية نص وأنا بقولها لك كده صراحة خلايا الجزعية اللي بتتعامل دلوقتي بتتعامل برة اللي حاجات بنصنع جزء من البنكرياس عشان السكر جزء من الإمعاء جزء من المسانة إنما حتى هذه اللحظة لم يتم الوصول لخلايا جزعية لعلاج أو لإن إحنا نعملها للخصيتين فاللي بيتقالك دوت جزء يعني عملية من النص خلاص مش هتفيدك بأي حاجة هتدفع فلوس كتيرة قوي 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 هياخدوا عين الدم وياخدوا البلازمة ويحقنوها تاني فيك ويقولك الحقنة بكذا ومبالغ كبيرة وفي الآخر مش هتستفيد أي حاجة إنما هذا لا يعني إن لا فعلا برة إحنا شغالين دلوقتي أو العالم كله شغال بس حكاية كورونا دي ضعفت الوقت شوية أو أخرتنا شوية إنما كنا شغالين فعلا إن إحنا نوصل لخلايا جزعية تدحئن جوة الخصيتين يقوم يبدأ يكون حيوانات منوية هذا يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في خلال سنتين ثلاثة على أقصى تقدير بإذن الله هيكون وصلنا لهذه المرحلة أما في هذه اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ما فيش حاجة اسمها خلايا جزعية هتتحئن جوة الخصية دلوقتي دي كلام غلط وكلام مش طبي وكلها كلام أي كلام يعني فلو سمحت ما تعملش الكلام ده معنا أستاذ نصر ألوه سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته أستاذ نصر أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بحضرتك حضرتك أنا كان عندي ابني وهو صغير عنده مياه في الخصي نحيتين ولا نحية واحدة نحية واحدة أهو فالبضاء ضمرت ونشفت حالي ده هيأثر عليه ثواني بس أنت دوقتي كان عنده مياه في الخصي قارت معاه أدي من سن كام لسن كام ما اكتشفناش يا دكتور لما الخصي بقى فيه بينا ضمرت من الناحية واحدة يا عم فهمني بس أنتو اكتشفتوها وهو عنده كام سنة احنا ودناها الدكتور فالدكتور قال سيبها اكتشفتوها وهو عنده كام سنة هو صغير هو صغير لنت في السن خالص برضه يعني تقريبا قد إيه شهور ولا سنة شهور شهور قالك عنده مياه على الخصية أوكي جميل وبعدين إيه اللي حصل قالي سيبها وستعد تنشف المياه عادي ومش هيجرح حاجة جميل وبعدين إيه اللي حصل وبعدين إيه اللي حصل إن فيه بويدة ضمرت سوان بس عندهش على واحد دلوقتي يا عم فهمني هي كانت الكيلة دي الكيلة المائية دي كانت نحيتين ولا ناحية واحدة لا ناحية واحدة حضرتك ناحية واحدة والناحية دي انت بتقول إنها ضمرت آه هو عمره قد إيه دلوقتي لا هو دلوقتي 20 سنة ربنا يديله الصحة طيب الكيلة المائية ما زالت موجودة ولا اختفت المياه دي لا اختفت المياه اختفت من إمتى من سنة عمره سنة برضه أو سنة ونص وهو عمره سنة سنة ونص مش كده آه طيب لا طيب تبعني دلوقتي من التلفزيون أنا هقولك إيه اللي حصل واتقلقش حاضر تحت أمر بص يا أستاذ ناصر الكيلة المائية دي كنا لسه نتكلم عليها دلوقتي بس طبعا في الغالب مش عارب سيكون هنرحق الوقت ولا لا الكيلة المائية دي بتبقى موجودة فعلا في الأطفال لما بتولدوا بنسبة 20% بيبقى القناة اللي بتنزل منها القناتين اللي بينزل منهم الخصيتين من البطن لغاية الخصية البطين لما بيجوا ينزلوا كده بينزلوا من البطن لغاية الخصية اوكي فبيبقى فيه قناة القناة دي المفروض انها بتسد وتقفل بعد الولادة على طول يعني بعد الشهر التاسع ما يتم القناة دي بتقفل فما تعملش الكيلة مائية بعض الأطفال يمكن توصل نسبتهم لعشرين او تلاتين في المية من الأطفال يعني كل عشرة تلاتة منهم بيحصل انه بيبقى لسه فيه القناة دي لسه مفتوحة فالميا لسه بتاعة البطن بتنزل وتبقى لفة حولين الخصية المفروض الدكتور الشاطر يعمل زي الدكتور اللي قال لك كده مفيش حاجة اسمها ولد عمره شهرين تلاتة اربعة نقول له هنعمل له الكيلة مائية لا نستنى لغاية ما يتم السنتين في خلال سنتين لازم يعني بنسبة التلاتين في المية دول بيبقوا يا دوبك اللي يتبقى منهم واحد او اتنين في المية هم اللي يتبقى عندهم الكيلة مائية البقين كلهم القناة بتقفل والمية بتنشف يبقى تمام التمام زي ما حداك قلتلي ان الولد سنه عمره وهو عمره سنة ونص كانت الكيلة المائية نشفت خلاص ومعادش فيه كيس مية هو ده الطبيعي اللي بيحصل لأي طفل فانت بتقول ان الكلام اللي كان موجود ده اثر وعمل دموره على الخصية الشماء لا الكيلة المائية لا تسبب دمور بتاتا الكيلة المائية لا تسبب دمور في الخصية خالص حتى لو قفلته هو عمره ست سنين حتى لو قفلته هو عمره عشر سنين الكيلة المائية دي حاجة بره الخصية زي كيس كده بره الخصية ومش قفل عليها داير ما يدور قفل عليها من نص بس كده فهي بتكبر كده بس ما بتأثرش على الخصية تمام فعشان كده بقول لحضرتك ما تقلقش خالص من الموضوع دوت احنا بس بنعمل ايه عايزين اتطمن هو لازم طبيعي بيبقى فيه خصية اصغر من خصية عمره ما بيبقى الخصيتين قده بعض بس عشان حركة تكون فاهم كلامي يعني هو الانسان للأسف بيفحص نفسه فيقول لك ايه انا عندي اليمين اكبر من الشمال او الشمال اكبر من اليمين اه يبقى واحدة ضمرة واحدة شغالة واللي دخل في مخوك الكلام ده طبعا ان كان عنده قيلة مائية وممكن تروح لدكتور للأسف ما يكونش يعني شاطر فيروح ايه لك اه دا انت كان عشان عنده قيلة مائية فحصل ضمور تيجيت اني جالوا غده نكافية عمل ضمور في الخصيتين وبتوقع ناحيتين مش ناحية واحدة فلا انا بقولهولك في الغالب الخصية دي سليمة وشغالة وزي الفل هنعمل ايه هنعمل اشاعة تلفزيونية ملونة اشاعة تلفزيونية ملونة على الخصيتين هتبين حجم الخصية قد ايه هل الدم داخلها ولا لأ هل هي شغالة ولا لأ وانا بقولك بنسبة 98-99% ان شاء الله انها ضمرة لا دايما بيبقى فيه واحدة اصغر من واحدة وممكن التانية دي يكون لسه عليها شوية مية فمكبر حجمها اللي هيبين الكلام ده كله وهيبين الابعاد يا اما دكتور شاطر قوي يا اما تعمل اشاعة تلفزيونية على الخصيتين انما لن تؤثر القيلة المائية اللي بتيجي للاطفال وهم مولدين لا تؤثر بتاة على الخصية فأنت بس عشان تتطمن طبعا احنا كان المفروضة عندنا لسه هنتكلم على الخصية المعلقة وكان هنتكلم على القيلة المائية وكنت جايب لكم صور حلوة او 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 تتفرجوا على منظر الخصية المعلقة اللي بي عامل ازاي والقيلة المائية عاملة ازاي بس طبعا نتيجة ان الحلقة خلصت بسرعة نتيجة الاسئلة انا طبعا سعيد انها جاوبت على معظم الاسئلة الحمد لله هنأجل الموضوعين دول ان شاء الله لحلقة قادمة بإذن الله اتمنى ان انا كون ادرت اغطي في الفترة اللي فاتي دي كل اسئلتكم ونكون جاوبنا كويس او او عن موضوع دول الخصيتين وقلنا اني مش كل عيان عنده قلم في الحوض يقول انا عندي دولي خصيتين هروح اعمل عملية العملية مبتعملش لأي حد وارجوكم ما تستعجلوش في عمل العمليات دول الخصيتين دي نمرة واحد نمرة اتنين اني مش دول الخصيتين ما بتسببش قلم لو فيه اي قلم يبقى دمك يكون فيه التهاب في البرستاتا او يكون فيه احتقان في البرستاتا او احتقان في الخصية فدائما نبص وندور صح ونكشف صح عشان ما منعملش عملية ملهاش اي لازمة نمرة ثلاثة ان دول الخصيتين ما تتعملش لمريد ما عندوش حيوانات منوية خالص لا بتتعمل للمريد لما يكون عنده عدد قليل او 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 ونحاول نزوره بس نكون استبعدنا كل الاسباب الاخرى كده نأكد بس للناس ان ان شاء الله يا رب يشفي كل مريد ويا رب كده كلنا نعيش كويسين وزي الفل قبل ما اختم بأكد على موضوع الكورونا لو سمحته لو سمحته اتمسكه بارتداء المسك وارجوكو ما فيش حاجة اسمها ان الموضوع بسيط وهيعدي بسهولة لو سمحته كل يرتدي المسك خصوصا في الاماكن اللي فيها تجمعات خصوصا في الاماكن اللي زي اماكن العبادة زي الجوامع والكنيس والقاعات وصلاة العزة دلوقتي نجعت الناس تاني تعمل عزة وحاجات زي كده فالأسف نتج عن كده ان احنا لقينا ان الناس رجعت تتجمع وارجعوا يبقى فيه احضان وبوس وحاجات زي كده فلو سمحته بعد اذنكم نلتزم تماما بان احنا مفيش حاجة اسمها احنا دلوقتي كورونا ومايكرون وحاجة سهلة نرجع بقى لحياتنا الطبيعية ونفتح الدنيا كويس لغاية ما نعد الموجة الخامسة ان شاء الله على خير يا رب بإذن الله قدامنا شهر او شهرين بعدها الدنيا هتكون هيديت شوية الانتشار هيكون قل شوية فنقدر ربنا يحافظ علينا وعليكم يا رب بإذن الله نشوفكم كل يوم سبت بإذن الله لو ربنا حيانا من الساعة اثنين ثلاثة على الهوى والإعادة بتكون بليل الساعة عشرة ان شاء الله يا رب كده تكونوا كلكم بخير وصحة ونقدر نجاوبكم دايما على كل أسئلتكم الى اللقاء ونشوفكم على خير بإذن الله السلام عليكم